مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين طبعا اليوم قم ابدأ الفيديو حبيت اني اشكركم وقلكم يعني الحمد لله نحن وصلنا على 18 الف وان شاء الله نوصل ل20 الف ربنا يسعدكم واني فرحانة ب18 الف اخت واخ والله فرحانة كتير في بكم وان شاء الله قناتنا كده تطلع وتطلع يا رب معانا ربنا ودعوات امي واكيد انتم ربنا يسعدكم ويحقق لكم كل امانيكم طبعا كلكم تسألوني عن الفيديوهات الفيديوهات اني لما تسألوني هدى حطي الرابط انا ازلكم الرابط على المنتدى لاني ما بقدرش ارود على الكل وبس والله ان شاء الله تشوفوا اللي مش مشترك في قناتي يشترك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ورايك وكومنت حلو منكم طبعا خلينا ندخل بوصفة هادي المدفونة اللذيذة اللي فعلا يعني بترفع راسكم مستحيل احد يدوقها وما يحباش جدا لذيذة والدقائق دايب اهم شي انكم تعملوله البراين والبراين هو المحلول الملحي وبكتب لكم طريقته كمان او بحط لكم الرابط في صندوق الوصف هنا محتاجين لقدر ضغط بضيف عليه كمية من الزيت يعني تلت كوب ربع كوب زيت وشرائح من البصل وشرائح من الطماطم وشرائح من الفلفل الرومي ممكن تضوفوا بطاطس بس انا احبه زي كده وهنا شوفوا ما شاء الله دقائق انا عملاله براين تقريبا اربع ساعات كان بالبراين وماشاء الله دقائق طرية بيضة من غير ريحة وتستوي بسرعة وغير كده ما تكونش ناشفة وهذه فايدة البراين طبعا الان بتبليه ببهارات عبارة عن كركم ولومي بهارات السابع وكمان هيل وشوية زنقبيل وكمون وكزبراء وكمان اجنموتو اذا انتم حابين مش حابين لتضفوش ورشة من الملح وكل البهارات بكتب لكم يا بصندوق الوصف الان بتبلي الدقائجة تمام تقدروا تضفوش صبغة صبغة يعني صفراء او لو تشتوا لون كده في الدقائجة بس انا اكتفيت بالكركم خلص تمام دعكت الدقائجة بالبهارات وهنا حطت الملح وكان باقي شوية من يعني نزل شوية من البهارات حق لما تبليت الدقائجة باقي شوية من الثوم والبهارات حطيتو كده بس رشة خفيفة في قل خضار وحطت الدقائجة شوفوا لازم يكون الدقائجة على بهذه الطريقة ما تكونش على العظم لا تكون على الصدر هذه القيهة لانه بعدين ما نقلبه وخلص الان اغسكره واضغطه على نار عالية لمدة اول ما تصفر ما تحسبوش الوقت الا لما يصفر على نار عالية اول ما يصفر احسبو له 25 دقيقة الى 30 دقيقة حسب حكم الدقائجة على نار هادئة والطول نار هنا عندي رز مغسول ومنقوع بماء مغلي وخل لمدة 20 دقيقة انقعه بعدين اجيب ماء وحط على البهارات والملح واخليه يغلي بعد ما يغلي اضيف الرز وخليه على نار عالية يغلي الرز لازم ليش النار عالية يغلي الرز عشان تتفتح حبات الرز اذا خلطوه على نار هادئة ما تتفتحش حبات ما بتطولش الرز لا لازم على نار عالية تكون بعد كده حسيت انه بدأ يستوي او بدأ بقيره تكوي يستوي خلاص اصفيه قليل كل شوية ادوق حبه لما اشوفي خلاص تمام بدأت يعني بقيره بس شوية وتستوي اصفيها ومرات خلاص اغلي الرز غلوه واحده وعلا طوله اضيفه على الدقاج مع بعض انطبخه بس انا احب للطريقة افضل هنا ما شاء الله خلاص الدقاجة استوت والان باضيف ايش عندي عندي مكرونة مسلوقة تعطي طعم رهيب حتى بالتزين تطلع روعة عادي مكرونة سلقوها عادي بعدين اضيف الرز اللي سلقته كأن احنا منسوي زربيان شوفتوا زربيان واضيف صبغة الطعام اللي لون اللي عندكم وهنا مفروض تضوفوا رشة من الزيت او السمناء او الزيت المبخر اني نسيت ما احط زيت حطت ورق زبنا مبلل بالماء ومعصور والان اني ما ضغطوش لا حطت تحتو حديدة وخلتو على نار هادئة وحطت الصفارة بس عشان ينكمر بس ما ضغط ما سكرتش المفتاح حق الضغط عرفته بس وخلتو عشرين دقيقة على نار هادئة وبعد عشرين دقيقة ما شاء الله ايش اقول لكم الريحة ولا الطعب ولا الشكل رهيب انتم بتشوفوا الان لما نقلبه طبعا اني حركتو ذكرت الان اني ما ضغطلوش دهن من فوق ليش عشان ما يكونش ناشف لانه من تحت هو يكون دهن فيه لكن الرز من فوق لازم حاجة بسيطة اضفت عندي بخاخ زبدة اضفت ممكن انتم قطع سمنة او زبدة بس لازم تدوبوها بعدين تحطوها لا تعملوش ممكن زيت سخنوه بعدين تحطوه يعني عادي والان قلبناه ما شاء الله ايش اقول لكم شوفوا بس الشكل الشكل وطعم حاجة رهيبة هذه الطبخة صراحة توقبكم بالعزايم تواقفكم يعني بقد تقدروا تعملوا حد اقاكم عشاء غدا كده بسرعة وسريعة ما تحتاجش تقطيع ولا تحتاج يعني شغل كتير خلاص تقريبا هادي الاكلاء لما زوجي كده يفاقي اني بحد يعني تعرفوا مقالب الرجال سواء كان زوج او اخ او اب صديقي جاي احد جاي عندنا ضيف اي حد لحنا ما نقولش لا يعني ستة البيت تكون دايما تعرف تدبر اي حاجة ابدا ما ترفضوش احد بالعكس بيتكم يكون مفتوح حتى لو على قلص شاهي تمام لانه الضيف لما يجي ياخد كل الاشياء السيئة معاه لما يخرج وبس والله هادي الاكلاء اللي اقول لكم عليها منقدة تقدروا تعملوها مش بس بالدقاق باللحم كمان حاجة قدر روعة قدمته مع عشار الاخضر بالبسباس الاخضر والعشار بالبسباس الاحمر طبعا ما فيش بيت عدني يخلي من البسابيس مثل العشار اي شتني لازم فتح الشهية في كل بيت عدني في كل تلاقة موجود هذا الشيء في عدن لازم شوفوا ما شاء الله كيف الدقاقة مستوية وطرية حاجة روعة قربوها قدموها مع البقل والقرقير والكرات او ممكن تعملوا سلطة او حتى من غير شيء عصر الليمون ما شاء الله يمشي كله يمشي معه بالعافية ليا ولكم ان شاء الله تكون عقبتكم الطبخة وتقربوها وكمان اذا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت حلو منكم طبعا زي كل اصحاب عدن بعضهم يحبوه بعد الغد يشربوه شاه ملبن او شاه عدني يمز الرأس يعني واني قلت اليوم بشرب زيهم ومع انه القو يحتاج بس عصير الليم بارد وبالعافية ليا ولكم اشتركوا في القناة